بعد الدولار والمخدرات آن الأوان للذهب أن يخدم غاسلي الأموال قوات الحدود ضبطة 13 سبيكة ذهبية مختلفة الأوزان بلغ وزنها الإجمالي 13.700 كيلوغرام بحوزة أحد المسافرين باستخدام أجزة كشف الحقائب سبقها إحباط مفارز مديرية أمن وحماية المطارات محاولة تهريب 5 سبائك ذهبية إلى إحدى الدول من خلال القيام بإخفائها بطريقة ماكرة أضو مجلس النواب عالي أنصيف كشفت في أواخر يوليو الماضي عن عمليات تهريب للذهب بطريقة مبتكرة وذكرت بقصة هلاك قارون وقالت أنصيف أنه بعد أكثر من خمسة آلاف سنة على هلاك قارون يولد قارون جديد ليصبح عن جدارة تمساح الفساد في العراق وأضافت باقتصار حاليا يوجد أسلوب مبتكر لتدمير الاقتصاد العراقي وهو شراء الذهب المحلي والمستورد وصهره وتحويله إلى سبائك وتهريبه إلى خارج البلد تابعت أيضاً انصيف أطالب البنك المركزي ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومديرية الجريمة المنظمة وهيئة النزاهة الاتحادية والأجهزة الرقابية كافة بالتحري عن مصادر الأموال التي حولت أو حولت عن طريق نافذة بيع العملة لشراء الذهب والمعادن الثمينة خلال عام 2024 والتأكد من صحة الإجراءات في الجمارك والجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية والتأكيد أو التأكد من عمليات البيع في الأسواق ومن هم المستفيدون لشراء الذهب